متابعيني جميعاً على قناة InfoTec4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبهرتنا شركة Anthropic بأداة تحليل جديدة في Cloud AI الأداة دي مفتوحة لكل مستخدمي Cloud في الخطة المجانية والخطفة المدفوعة فدي حاجة ممتازة جداً وحنشوف دلوقتي إزاي حنفعل هذه الأداة الأداة دي عندها قدرة على معالجة البيانات تقدر أنها تحلل تديها انت ملف كده فورمال بتاعته .csv ويبتدي حللك البيانات الموجودة عن طريق كتابة الكود وحدة كتابة الكود وإنه هو يران الكود الهدف منها هو الحصول في الآخر على نتيجة دقيقة ولو دخلت على الرابط الموجود في الوصفة أسفل الفيديو علشان تشوف قدرات هذه الأداة من خلال البولوج اللي قدامنا دلوقتي الجميل إنها عندها قدرة على تحليل البيانات بشكل دقيق جداً لأنها هنا بتعتمد على مهارات الكودينج فبتشتغل كأنها محل البيانات حقيقية كل اللي عليك إن انت بس بترفع الملف اللي هو .csv سواء كان هذا الملف عبارة عن بيانات مالية سواء كذا الملف على الماركتينج بلان في الآخر خالص أنت بتبتدي إن انت توصل لفيشوالايز داشبورد الفيشوالايز داشبورد دي بيقى فيها شارتس الشارتس دي بتبتدي إنها تبين كل البيانات الموجودة بتبقى قدامك باينة بالضبط وتحليلها بيكون باين قدامك مش بس بيديك شارتس لأ بيديك كمان بعض النتائج وهنا في فيديو بيشرح لك الكلام دا وإحنا هنشوف الكلام دا دلوقتي بشكل عملي هنا بيقول لك مين ممكن يستخدمها ممكن المسويين ممكن فرق المبيعات ممكن مديري المنتجات ممكن المهندسين ممكن الناس اللي شغال في المالية أو الفرق المالية هتقدر تعمل تحليل شامل للبيانات والكلام دا حيساعدك في اتخاذ القرار باتنا بقى من الكلام الكتير اللي احنا بنقوله دلوقتي تعال نشوف بشكل عملي الموضوع دا بيتم إزاي كل اللي عليك ان انت هتروح لحسابك على كلوت ومن كلوت اول حاجة لازم تعملها ان انت تفعل هذه الفيتشر وعشان تفعل الفيتشر دي هتبتدي ان انا اروح من الاكاونت بتاعي بروح لفيتشر بريفيو في الفيتشر بريفيو هتبص تلاقي فيه اناليسيس تول والاناليسيس تول دي لازم تتأكد ان هي اون لكن كلوت قادر على كتابة الكود ويعمل رون للكود ويعمل اناليسيس طبعا دي الخطوات اللي هو بيعملها وفي الاخر خالص بيديك data visualization in real time في الوقت نفسه بعد ما هتفعلها نبتدي نروح نجرب نرفع ملف وهنشوف حيدينا ايه كلوت هتدي هنا اروح ارفع الملف add content اقول له analyze this file امر بسيط جدا صلح بس كلمة انا بيبتدي يعمل analyzation زي ما احنا شايفين بيبتدي يكتب الكود حيبتدي يراني الكود ويحلل هنا بيسألني عايزة visualization هقول له طبعا اكيد yes and use a colorful short and summary for the over all data هنا بيسألني عايزة visualization اكيد فبعض الاحيان هو بينشئ visualization لوحده حيبتدي هو حيبتدي الارتفاكت زي ما احنا شايفين بيبتدي ان هو يوريني الكود هو بيتكتب بيعمل process استانية حاستنى عليه لحد ما يخلص تماما طبعا زي ما قلنا في الاول بيكتب الكود وبيراني الكود وبيحلل علشان يديك نتائج دقيقة في الاخر هنا عطاني dashboard قلت له عايزة الوان عطاني الوان زي ما احنا شايفين في ال dashboard وهنا daily distribution عطاني total view هنا السمر يعطاهولي فوق average views لو وقفت هنا عند كل واحد حيديك العدد زي ما احنا شايفين بالمنظر ده هنا بيقول لي create an interactive line chart how to see strands compare to historical data انا ممكن اجرب اطلب منه ان هو يعملي interactive line chart بناء على ال data اللي هو عطيها لي بيبتدي مرة تانية زي ما احنا شايفين اشتغل تاني من الاول بيعمل الكود حيران الكود حيحل البيانات حيديني في الاخر ال dashboard بتاعتي هنا عطاني ال line chart اللي انا طلبته منه interactive daily view analysis هنا لو انت وقفت هنا حيديك saturday لو انت وقفت هنا friday خدت بالك فوق ال views بتتغير monday هنا هنا ايضا wednesday بيديك الارقام بتظهر معاك بالشكل ده ده بالنسبة للخاصية الجديدة هنا ده الكود وهنا ال preview طبعا ممكن انت تعمل الاتي ممكن انت تاخد copy للcontent او تحمل الملف او تعمل publish وتاخد ال link وتشاركه مع الاخرين ده بالنسبة لل tool analysis من cloud 3.5 sonnet اتمنى تكونوا استفدتوا زي ما بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم من متابعين الاعزاء متنساشوا like و share و comment دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة